موسيقى سيد خالد سفر نحن اليوم بنهاية عام 2021 وبداية عام 2022 كيف كان معك 2021؟ والله ما بعرف الوضع ايش ده اشرح لك يعني ما بعرف اصلي الفكرة يعني 2021 كان بالنسبة لك يعني هو عام فيه تفاؤل حققت شيء من الامنيات ولا هو لا كان كركبة على كركبة؟ كله كركبة على كركبة طيب شو نظرتك وتفاؤلك في 2022؟ ان شاء الله نرجع ع بلادنا و الله يسر علينا وعلى جميع امة محمد ان شاء الله متفائل؟ ان شاء الله شو هون عندك مشاريع ممكن تحققهم بالعام القادم؟ والله نعيش اولادنا بخير وسلامة اكثر من هيك وتكبر المحال؟ ان شاء الله هنكبر المحال شو اسمعك؟ محمود اليوسف محمود اليوسف نحن رح ندخل ب 2022 شو هي امنيتك ب 2022 يا محمود؟ انجح بالمدرسة وعمل امياتي وعند ادخل شو رح تكون شو رح تصير بالمستقبل؟ شو اسمه دكتور دكتور كيف علاماتك شطور ولا كيف؟ وسط لا الدكتور لك تشد حالك حتى تصير ديمة مش ده حالة صاف شو انت؟ صاف تيمة يلا الله يوفعك يا محمود الله سلام والله العام 2021 الحمد لله نشكر الله على كل شي بس في نهاية العام كان في شوية غلاء غلاء اسعار من قبل الدولار الله يبعدنا عنه ان شاء الله يصير الدولار بالليلة الله يزل وزل على الاخير الله يفرجع الامة العربية والاسلامية هلأ بالفين واثنين وعشرين شو هي الامنيات اللي بتتمنى تتحقق بالنسبة او اي بتتمنى تتحقق بالنسبة لالك انت كسيد وقل؟ بالنسبة لالي ما في اي شي بس بالنسبة بتمنى انا تسقط نظامنا النظام السوري بشار الاسد وترجع الامة العربية كلاتها عبلادها الله يفرجع الامة العربية كلاتها امين يا رب متفائل ولا متشأم انت؟ لا الحمد لله متفائل على طول طول ما الله معنا متفائل بكل شي الله يفرجع علينا يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله هالتفاؤل هذي يعطينا سماراته امين يا رب العناني ابو العجل احنا هلا بنهاية تقريبا 2021 ورح ننتقل لسن جديدة شو هي امنياتك بالسن الجديدة؟ والله امنياتي ان شاء الله بينصلها الوضع وتتحسن الامور وما بتضل الامور متل ما هي ان شاء الله وان شاء الله كل سوري يعني الوضع يستقر بالسورية وتنتهى الحرب ان شاء الله ونخلص من بشار الاسد وتعود الامور وترجع العالم كلها لبيوتها وتتحسن معي شتى احسن من هالوضع هاته امنيات كتيره؟ امنيات كتيره ما بتنعدي يعني حتى طيب كيف كان معك 2021؟ والله بالنسبة الى 2021 الوضع كان شوي مكركب كتير يعني خصوصا هم يعني بتركية يعني بالنسبة الي انا استاذ مدرسة معلم وبالالفين وواحد وعشرين اش صار فينا فسخونا عقودنا كلياتا من اليونسيف وحتى الان يعني مشكلتنا حتى الان السماء محلت خالص خالص وحتى الان اغلبتنا نحنا اللي موجودين يعني تقريبا شي سبع اثمينة الاف معلم يعني مصير مجهول او خارج سلاك سلك التعليم يعني بعد خدمة قديش صارنا من الالفين واتلتعاش لليوم كنا ماشيين بالمدارس لتاريخ اثنين ستة 2021 اللي طلع قرار فصلنا المعلمين كلياتهم بشكل عام وشالون وحتى الان يعني مصير مجهول يعني هلا انت بالالفين واتنون وعشرين تتمنى انه يرجع ويجددوكم العقود وترجع على مدرستك وطلابك ان شاء الله والله بتمنى كتير يعني يعني هذا موضوع يعني في عائلات ازت كتير من هالموضوع هذا يعني كان معتمدة على المنح اللي عم تجييا من اليونسيف وهلأ يعني ضاعت يعني ضاعت يعني أنا هلا هون شايفو بيجوني شباب يعني بتشوفن أسازي كلياتم يعني أسازة مدارس يعني، انت صاحب البقالية واسل طلاب اه مو صاحب البقالي ابي عمي صاحب البقالي يعني انت بتشغل عنده يعني هلا هيك يعني انت في عندك تفاؤل بالالفين واثنين وعشرين يعني ان شاء الله تفاؤل انه ترجع لسوريا او ترجع لتدريسك او بنرجع لسوريا او بتتحسن اموره بنرجع لسوريا بنرجع لمدارسنا وبيرجع جددونا العقود والله اذا صارت كمان على اوروبا شي تاني شكرا كتير لألاك والله يحقق كل الامنيات امين يا رب يعطيك الفعال وانتو متابعين الكرام شو هي امنياتكن يا هل ترى متفاقلين ولا متشأمين بالفين واثنين وعشرين طبعا تفاقلوا بالخير تجدوه والله يجعل ايامكن كلها فرح وسعادة اذا هذا الفيديو نالعلى اعجابكن لا تنسونا من الاشراك وتفعيل زر الجرس سلام